ويولا عتنا بـ 2020 بدت أحلامنا أصغر بهذا العام أشياء بدت في عالم تظهر فأقصى حلمنا يوم نصر به ونستبشر بلا داء بلا عدوى بلا وضع به نحجر ولا أنباء ترعبنا ويفجعنا بها المخبر فمن أحلامنا لقيا حبيب دون أن نحذر تصور عندما تلقى صديقا لم يكن يخطر على بال بمترين تكون مسافة تذكر وما أبوابنا فتحت لضيف زائر يعبر عرفنا أننا ضعفاء إلى رحمننا أفقر وما مرت بمحنتنا سنون إنما أشهر تأمل كيف غيرنا كرونا دون أن نشعر فيا رباه غوثا من لدنك إليك نستغفر ففرج ما ألم بنا فليس سواك من يقدر الحمد لله رب المشارق والمغارب الذي خلق الإنسان من طين اللازب ثم جعله نطفة بين الصلب والترائب ورزقه بالمآكل والمشارب وتنعم عليه بالذرية والأقارب سبحانه شرع الزواج وجعله عفة من الوقوع في الدنايا والمعايب فصار هدفا منشودا لدى كل أرباب الفكر الصائب والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الحزب الغالب أما بعد فيا أيها المشاهدون الكرام طيب الله أوقاتكم وكلأكم بنعيمه وهدأ بالكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء إيماني يتجدد مع هذه الحلقة المباركة من برنامج هذا ديننا محاكم الأسرة تعج بعدد لا حصر له من قضايا الطلاق والخلع والنفقة والحضانة وما شابه ذلك بيوت تتصدع وأسر تنهار وخلافات زوجية مستمرة تكمن بواعثها الحقيقية في مؤثرات بيتية ولو أننا وضعنا نصب أعيننا منهج الله وشرع الله وطبقناه في بيوتنا وفي حياتنا وفي أحوالنا لما كان حالنا على هذه الحال ينبغي أن نعلم تمام العلم أن الإسلام حينما شرع الزواج لم يتركه عبثا وإنما سماه بالميثاق الغليظ وكيف وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا فهو رباط مقدس ينبغي على كل من الزوجين فيه أن يعرف ما له من حقوق وما عليه من واجبات هناك حقوق للزوج على زوجته وهناك حقوق للزوجة على زوجها إذا أردنا أن نبدأ بحقوق الزوج على زوجته فأولها الطاعة فالصالحات قانتات يعني مطيعات الزوجة الصالحة تطيع زوجها حينما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أعظم حقا على الرجل قال أمه قيل فأي الناس أعظم حقا على المرأة قال زوجها ليبين للمرأة أن أعظم الناس حقا عليها هو الزوج ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها يوم القيامة ادخلي من أبواب الجنة الثمانية أيما شئتي جاءت أسماء بن توميس رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضرة النساء والرجال وقالت يا رسول الله أنا وافدة النساء إليك هؤلاء الرجال شرع لهم الجهاد في سبيل الله فإن أصيبوا أثيبوا وإن قتلوا صاروا شهداء أحياء عند ربهم يرزقون ولكننا معشر النساء حرمنا من الجهاد في سبيل الله فقال لها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أبلغي عني من لقيت من النساء أن طاعة للزوج واعترافا بحقه تعدل ذلك كله وقليل من كن يفعلنا إذن جهاد المرأة إنما يكون في طاعة زوجها ورعاية أولادها وإنما وضع الإسلام هذا الحق للرجل على زوجته من باب تأليف القلوب وإبراز المحبة لأن النفوس البشرية جبلت على حب من يحسن إليها ويطيعها بذلك يحب الرجل زوجته والطاعة ليست سيفا في يد الرجل يسلطه على رقبة المرأة ولكن الطاعة مقيدة بالمعروف والاستطاعة هناك شرطان لابد من توافرهما حتى تطيع الزوجة زوجها المعروف والاستطاعة الشرط الأول أن يأمرها بمعروف لا يأمرها بشيء يخالف الشرع لا يأمرها بمنكر فلا يأمرها بالجماع في نهار رمضان مثلا أو بمخالطة الرجال أو بالتبرج أو بشيء يغضب الله أو بترك الصلاة من أجل معاشرة أو ما شابه ذلك لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق الطاعة مقيدة بالمعروف كذلك الطاعة مقيدة بالاستطاعة يعني ينبغي على الزوج أن لا يأمر زوجته بشيء يعجزها لا بد أن يكون في استطاعتها لا يضرها فلا يطلب منها شيئا عسيرا فوق طاقتها وإلا سقط حق الطاعة في هذا الوقت وينبغي أن يعلم كل زوج أنه كما تطيعه زوجته فعليه أن يطيعها في المعروف وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ فإذا كان من حقك أن تطيعك زوجتك إذا أمرتها بمعروف فكذلك إذا طلبت منك هي أيضا معروفا فعليك أن تطيعها وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ الحق الثاني من حقوق الرجل على زوجته حفظ الغيب يعني كل شيء يتركه الرجل في بيته إنما هو أمانة عند زوجته ينبغي أن تحافظ عليه حتى يرجع زوجها ولا تتصرف في شيء إلا بإذنه حتى الصدقة لا يجوز لها أن تتصدق من مال زوجها في غيابه إلا بإذنه فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله فالمرأة تحفظ ما تركه زوجها في البيت فما بالنا لو كان هذا الزوج بخيلا لا ينفق على زوجته وأولاده رغم أن الله من عليه فهل ينبغي على الزوجة أن تمنع يدها عن الأخذ من مال زوجها هنا نقف عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع هند من تعتبة حينما قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح يعني بخيل لا يعطيني ما يكفيني وولدي من النفقة مع أنه كان رجلا موسرا فهل يجوز لي أن آخذ من ماله ما أنفق به على نفسي وولدي فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفي نفقتك ونفقة ولدك بالمعروف يعني خذي ما يكفيك فقط وهنا أجاز النبي صلى الله عليه وسلم للزوجة التي يحرمها زوجها هي وأولادها من النفقة أن تأخذ من ماله ما يكفي النفقة فقط لا تأخذ لتدخل لا تأخذ لتتصدق ولكن تأخذ ما تقتات به هي وأولادها ولا حرج عليها في ذلك الحق الثالث من حقوق الزوج على زوجته ألا تصوم يوما نفلا وزوجها حاضر إلا بإذنه ولكن في رمضان لا إذن للزوج وإنما تصوم بلا إذن نكمل بعد ما ناخد هذا الاتصال السلام عليكم أستاذة مونة أهلا بيك ممكن أن أسألك على حاجة لو سمح اتفضل يا فن اللص في جفعان الموسم بتاعة البنات الايه؟ يعني ما يكون فيه نوسم ونجفع موضة البنات اه اه اتفضل بس دي حاجة مش جيدة أنا ايه يعني حضرتك عندك بنات متزوجات لا هم مالت قصود ايه؟ اخوات دول اه اه اخ ماذا؟ هل ستبقى عنهم دي مش جيدة أنا؟ تمام في مشاكل وزيش كده هل أنا لاي جنب والله ما دي جنب طيب حاضر حجوبك يا أختي مونة اتفضلي حاجة تاني؟ شكرا الاختي الكريمة يبدو من اتصالها ان فيه مشاكل بينها وبين زوجها بسبب المواسم اللي بتروح لاخواته البنات اما ان هذا الزوج كان بيودي مواسم وزيارات لاخواته البنات وقطاعها والزوجة بتحثه على الاستمرار واما ان الزوجة بتغضب من زهاب هذه الاشياء او الزيارات او المواسم الى الاخوات عاوزين نقول اولا ان الدين بتاعنا بيوصي بصلة الارحام وان صلة الارحام بتوسع الرزق النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره ان يبسط له في رزق يعني يوسع له في رزق وان ينسى له في اثره يعني يودى له في عمره فليصل رحمه فاذا الاخ عليه ان هو يصل اخواته البنات والزوجة لا تغضب من ذلك لكن اذا انقطع عليها ان تنصحه فان امتنع فالاثم عليه ولا عليها ناخد اتصال اخر اكتب انقطع الاتصال اذا الزوجة لا تغضب من صلة زوجها لاخواته لان هذا سيكون سبب لتوسيع الرزق لكن اذا قطع صلة اخواته فعليها ان تنصحه وتذكره ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع رحم والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من ذنب اجدر بان يعجل الله العقوبة لصاحبه في الدنيا مع ما يدخر له من العذاب في الاخرة من البغي وقطيعة الرحم فان ابا زوجها فلا اسم عليها ناخد اتصال اخر السلام عليكم اهلا بك محمود الله يخليك يا دكتور عايزة بعد اذنك في رقعتين بيصلهم ان هم في اول تلوع الشمس بعد صلاة الفجر حاضر فانا سمعت من شيوخ محترمين بيقولوا ان الرقعتين دول يعني اللي يصلهم بكأنه عمل عمرة عايزة اعرف الصحي بتاعهم ايه هاوضع لحضرتك حاضر السؤال التاني ان انا بانسى دايما في الصلاة ودايما بس رحمعيني انا يعني الحمد لله باكم الليل وباصل الفجر وكده فعايزة اعرف عشان خطر ان تبقى للصلاة اعمل ايه وايه هو الخشوع اوصل له الزال حاضر فضل شكرا دكتور تحت عمر الاخت الكريمة بتسأل السؤال الاول في الصلاة التي تصلى بعد شروق الشمس عندما يقعد العبد في مصلاه من بعد صلاة الفجر الحديث الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الامر من صلى الفجر في جماعة حتى لو صلى مع اهل بيته في جماعة من صلى الفجر في جماعة ثم قعد في مصلاه يعني جلس في المكان الذي صلى فيه يذكر الله سواء بختام الصلاة او بأسكار الصباح او بتلاوة القرآن او ما شابه ذلك ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس حتى يأتي موعد الشروق فقام فصلى لله ركعتين ودي بتكون بعد شروق الشمس بحوالي تلت ساعة بحيث انها تكون في الوقت المسموح به للصلاة فقام فصلى لله ركعتين كانت له أجر حجة وعمرة تامة 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 الحديث صحيح والأجر صحيح ولكن لا تسقط الفريضة يعني لو واحد محجش ما يقولش أنا حعمل العمل ده وبالطريقة دي أكون أخدت أجر الحج وسقطت عني الفريضة هي لا تسقط الفريضة ولكن تعادل في الأجر أجر حجة وعمرة تامة لأن هذا عمل جليل بشاطة الإنسان يفضل على وضوءه وعلى طهارته من بعد الفجر لغاية الشروق يذكر الله فإذا أحدث فعليه أن يجدد الوضوء ويستمر نجيب على السؤال الآخر بعدما ناخد هذا الاتصال السلام عليكم معكم السلام عليكم فضالي يا أمو محمد عندي سؤال النطاف تحت أمرك تفضالي السؤال الأول عاد أن أسأل عن عمال حواجب حرام ولا حلال الحواجب حاضر يعني أنا سألت الشيخ جلش يعني إذا أعرف الزوائد مش حرام حاضر حاضر يعني إذا أعرف الزوائد ومتأكدة من معلومة حاجتي ولا لأ حاضر هذه الأول سؤال كان سؤال بعد يعني جماع بعد بيني وبيني بعد الغفق بينزل علي يا فضال طيب حاضر ماشي شكرا جزيلا نبدأ نجيب على السؤال السابق الأخت الكريمة كانت بتقول إن هي بتنسى في الصلاة يعني لما بتدخل في الصلاة ممكن تسرح وتنشغل بغير أعمال الصلاة الشروض اللي في الصلاة سؤل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا شيطان يقال له خنزب يعني فيه شيطان مخصص أو نوع من الشياطين اسمه خنزب الشيطان ده مهمته إنه هو يشغل الإنسان عن الخشوع والتركيز في الصلاة فإذا أتاك فاتفل على يسارك ثلاثا يعني في الناحية اليسرى تفل بدون بسق على اليسار ثلاثا طيب الأخت الكريمة بتقول أنا عايزة أوصل لدرجة الخشوع يعني ما انتظرش لما يجيلي وبعدين أتفل ثلاثا واستعيز لا المطفرود علشان نحافظ على الخشوع ونطرد الشيطان ده من البداية علينا إن إحنا بعد تكبيرة الإحرام نقول دعاء الاستفتاح والاستعازة الكاملة دعاء الاستفتاح بيقال بعد تكبيرة الإحرام مباشرة وقبل قراءة الفاتحة الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة ثلاث مرات سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحيا يوم ماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقيني من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد ده دعاء لاستفتاح لو مش حفظه كله ممكن أي دعاء من هذه الأدعية تكفي ثم الاستعازة الكاملة الاستعازة الكاملة صغتها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه وهمزه ونفسه وفرثه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه وهمزه ونفسه وفرثه إذا ذكرت دعاء الاستفتاح والاستعازة الكاملة بعد تكبيرة الإحرام وقبل البدء في قراءة الفاتحة لن يتمكن هذا الشيطان من التسلل إليك بفضل الله وتصلي صلاة مليئة بالخشوة بالإضافة لأن تعملي بالوصية اللي بتقول إذا أقبلت على الصلاة فلتتصوري أن الكعبة بين حاجبيك وأن الصراطة تحت قدميك وأن الجنة عن يمينك وأن النار عن يسارك وأن ملك الموت يقف خلفك لينتظر أمر الله فيك فالإنسان لما يتخيل الوضع ده كأنه بيصلي صلاة مودع كأن دي آخر صلاة له في الدنيا كلما ييجي يصلي صلاة يتصور أن دي آخر صلاة وآخر لقاء في الدنيا يقف فيه بين يدي الله فهيمتلئ قلبه بالخشوع بفضل الله الأخت الكريمة اللي بتسأل عن نتف الحواجب الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة المتفلجات في الحسن المغيرات لخلق الله إحنا عاوزين نفرق بين المفاهيم الخاطئة لو إن إنسانة فيه شوائب في وجهها أو فيه نسبة زائدة من الشعر تشوه الوجه ومحتاجة إلى عملية تحسين أو تجميل حتى تظهر بالصورة الطبيعية هذا مباح ولا حرج فيه لكن إنسان ربنا خلقها في الخلقة الطبيعية لكنها تريد أن تزيد من الجمال بندف الحواجب وتحديدها فهذا يدخل في النمص لعن الله النامصة والمتنمصة التي تنتف شعر حواجبها من وجهها لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة هو المستوصلة التي تصل شعرها بشعر آخر صناعي حتى تطيل الشعر والواشمة هو المستوشمة التي تصنع وشمة في وجهها فتأتي ببعض الأشياء الداكنة وتحفر لها في وجهها حتى تحدث لنفسها شامة ظن منها أنها ستزيد جمالها الواشمة هو المستوشمة والواشرة هو المستوشرة التي تزيد من الفواصل بين أسنانها من أجل زيادة التجميل وده خارج عن تقويم الأسنان تقويم الأسنان مباحة ومفيش فيه مشكلة لكن الإنسان اللي تستخدم المبرض علشان تعمل فواصل بين أسنانها دي مشكلة المتفرجات في الحسن المغيرات لخلق الله نأخذ اتصال ثم نرجع للسؤال الآخر السلام عليكم عليكم السلام عليكم أستاذ حنان أهلا بحضرتك تفضال الله يفعل لك أنا عندي السؤال لصديقة لي فضل يعني عايز السشارة وقلت يعني حتى كدرت الشيخ حتى بقى أعلم مننا يعني وكده تحت أمر فأي متزوجة من ستين يعني زوجة تانية لراجل يعني نعم فهو أهملها في كل حي يعني هو ما بتصرفش عليها ما بداش حوقها الزوجية بيكذب عليها كتير ما بتصرفش عليها وفوقت كمينة راح تجوز عليها بس التجوزة ما تملكش ولما أرأوا هي اللي أكتشفت وكده فهو بقى فيه فجوة بينهم جامد يعني ودلوقتي بقى فيه ما فيش كلام بينهم من بعض ولا أي حبة خالص ولا هو بيحاول أن هو يكلمها ولا أي حبة خالص وهل هي دلوقتي المفروض هي تبدأ مثلا وهي تغير منه تتكمل معاه ولا أن هي يعني تنهي الموضوع خالص عندهم أولاد لا شكرا من مدام حنان بس هو يعني حضرتك يعني هو هاملها في كل حاجة معين هو كان بتبتلها حب سنين طويلة يعني لما بعد الجواز كل ده كان يعني مفيش خالص وبقى ما نحساب زبت الأولانية وبقى ما نحساب ده ناس حواليه وهاملها جدا جدا يعني معانية حد كويس حاضر حاجة أبب حضرتك يا مدام حنان شكرا جزيك والنواية ديك بقية أقنى عند الله يعني حاضر حاضر حقول لحضرتك شكرا ناخد اتصال آخر من الأخت سارة السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أهلا بك نايز عايز أقول لك على حاجة فضلي شكرا تحت عمرك تفضلي سمعي أنا كل ما يجيلي عريس عندنا في بقولك كل ما يجيلي حد يتقدم وكده يقولولو ده نات مش كويسين وكل شوية يطفوا شو ويظلمون يعني مين دول يعني هل أهلك ولا مين تقصد مين اللي بيقول كده لا نات من الشارع وكده تمام لا نات من الشارع سنك كم سنة صار أنا عند 22 تمام حاضر حاولك تعملي إن شاء الله شكرا جزيلا شكرا نرجع بقى لسؤال الأخت اللي كانت بتسأل على الإفرازات التي تنزل عليها بعد الانتهاء من العلاقة الزوجية أولا طبعا نحن نعلم أن الجماع يوجب الغسل بعد الغسل الأخت الكريمة بتقول بعد الغسل وانتهاء العلاقة تماما والتطاخر بينزل إفرازات هذه الإفرازات في غير وقت الدورة الشهرية تسمى استحاضة لكن الدم اللي بينزل في وقت الدورة الشهرية ده بيمنع من الصلاة وبيمنع من الصيام وبيمنع من مس المصحف وبيمنع من الطواف حول البيت الحرام كما نعلم لكن الدم اللي بينزل أو الإفرازات البنية أو الداكنة ذات الروائح الكريهة التي تنزل على بعض النساء في غير وقت الدورة الشهرية تسمى في الفقه الإسلامي بالاستحاضة وحينما سألت حملة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستحاضة قال إنما هي ركضة من ركضات الشيطان وهي لا توجب الغسل وإنما توجب غسل المكان مكان نزول الإفرازات وتطهيره جيدا ووضع خرقة أو حفاظة عليه مع الوضوء بعد ذلك تتوضأ ولا تغتسل وهذا لا يبطل الصيام ولا يبطل الصلاة مدام في غير وقت الدورة الشهرية بالنسبة للأخت الكريمة اللي كانت بتتساءل عن زوج أهمل في حق زوجته في حق أسرته حكمه إيه عند ربنا طبعا الحكم عند ربنا واضح من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول لما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما دليل على أنه إثما عظيم وزنب كبير جدا أن الإنسان يضيع من يعول لأنه راعي ومسؤول عن رعيته ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وضع الباء شرط فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج اللي هيقدر يتحمل المسؤولية ويقدر ينفق على زوجته وعلى أولاده لو ربنا رزقوا بأولاده هو ذا اللي يتزوج لأن دي مسؤولية كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول وقال صلى الله عليه وسلم ليس منا من وسع الله عليه ثم ضيق على أهله نكمل بعد هذا الاتصال السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام عليكم أهل سيدة نجاة تفضلي أنا حامل أربع شهور ربنا يتم عليك بخير إن شاء الله الله يخليك يا فضلت الشيخ ونام على ظهري وبنزل علي أنا ديك فأنا ما بصليش حاضر أجاوبك إن شاء الله حاجة تاني ماشي تفضلي شكرا ناخد اتصال من الأخت ولاء السلام عليكم السلام عليكم فضلت الشيخ عليكم السلام أهلا بكم سيدة ولاء تفضلي بعد تحت أمرك بعد إذن حضرتك كنت أعزت أن حضرتك بس على حاجة تفضلي آآ بعد الجماع بيني وبين جوزي أي المفروض إن أنا أكسل شعري وشعري طبعا يعني هالك خالص بيقع وبطريقة فضيعة وعملتوا حيات كتير أول لازم بقى لاب طبعا بعد كل الجماع أستحمى وكده تمام كل ما بكسره كل ما بيقع زيابة لحد ما بعدش نافع خالص يعني مش عادة أعمل بصراحة طيب حاضر حجوبك إن شاء الله هل ممكن أنا ممكن ألبس جطاء راس مثلا وبعد كده أتشطف حجوبك إن شاء الله حاضر حقولك تفضلي شكرا جدا شكرا جدا شكرا جدا تفضلي السلام نكمل موقف الزوجة اللي بتشكو من إهمال زوجها وإحنا أوضحنا موقفه النقطة التانية إنه تزوج عليها بدون علمها كما يبدو من الحديث وهذا ليس من الأمانة صحيح التعدد مباح للرجل لكن لا بد أن يوضح لزوجته فإن قبلت أن تستمر معه فبها ونعمت وإلا فمن حقها الانفصال الحق أبلج والباطل لجلج لا يجوز أن يخدع الرجل زوجته في الإسلام لا يجوز ذلك على الإطلاق الأخت إذا كان وقع عليها ضرر وبتقول أنه مهمل ومقصر ولا يقوم بأداء واجباته الزوجية فلها الحق في الانفصال لكن إذا كان ما وصلش به الحال للضرر يبقى لا يجوز لها أن تطلب الطلاق لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عشان نكون عارفين الحديث ده كويس لا نتساهل في خراب البيوت وانهيار الأسر الرسول صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة تحرم عليها رائحة الجنة إذا طلبت من زوجها الطلاق من غير بأس يعني إيه من غير بأس يعني من غير ضرر والضرر ده إما أنه يكون بيضربها ضرب مبرح وبيئزيها وبيعذبها وممكن يسبب لها عها مستديمة من انشدة العنف معاه وإما والعياز بلا أن يكون بيأمرها بحرام وبيحاول يدفعها لفعل شيء يغضب ربنا وإما أنه هو يكون بيطعاطى مخدرات وبينفق ماله في أبواب أخرى ولا ينفق على أهل حق الإنفاق في هذه الحالات يجوز للزوجة أن تطلب الانفصال من زوجها ناخد اتصال للاختصار السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بك تفضلي شكرا لو سمحت يا شيخ أنا أريد أن أسأل عن حاجة أنا الحمادي زوجي من دهل لمفتاح بتاع الشقة فحضرتك تفتح الباب مرة واحدة من نظر متخبط أو أي شيء حتى جوزي يسافر مثلا وفجأة لأفتح علي الباب ودخلي فجأة أبقى نايمة دخلت مرة واحدة أصحى من نومة لأهواء بجنبي أو أفتحيني أو كده فحضرتك كلمت جوجي في الحيطة كثير بدأ يقول لي مش هقدر أقول لأمي حاجة زي كده عشان ما تزعلش ومش هينفع واحتفامني غلط وممكن لي كده هكون بعض فيها أو كده فأنا بفكر أن أنا نفسي أكلمها بس خايفة أن جوزي يزعل مني أو كان عاملت حاجة غلط أو حاجة تغضب ربنا إن أكلم أقول لها حضرتك خطاتي وأنا هفتح فس هي معها المفتاح وعلى طول تفتح كده وفجأة لقيها نحية في الشهر حاضر يا مدام شهر نعم؟ حاضر هقول لحضرتك تتصرفي إزاي إن شاء الله شوفي يا شهر حاضر شوفينا يحفظك تفضل بالنسبة لسؤال الأخت الكريمة طب ناخد اتصال من مدام نجوة بعدين نعود للإجابة إن شاء الله سلام عليكم إزاك يا أستاذ أهلا بيك يا مدام نجوة تفضل ربنا يبارك لك يا ربي إزاك علم تمان وكمان ربنا يحفظك الله يخليك على كل شيء بتفهمينا يا ربي تاخد عليه حسنات ربنا يحفظك بزيخي يا ستفضل الله يخليك بقولك يا أنا بص ما باجأ أقرأ في المصحف ببص ألاقي جسمي سخن واتخنقت وابقى مش عايزة كامل قراءة في المصحف ده دايماً ولا فصولة معينة لا ما بابسك المصحف كده وأقرأ بص ألاقي جسمي سخن كله وعرقته واتخنقت وابقى مخروع وعايزة بقى سيب المصحف طيب لما بتنامي بتشوفي أحلام معينة ألو بشوف أحلام محشة وأنا نايمة تمام حلمتي مرة أن أنا بفتح باب الشقة ودخلة كده يأتي الشقة من وره وفيه قرآن بيتقري تسجيل شغاله وبيقرأ قرآن والشقة من كلها من وره نور جميل حلو كده وشكلها حلو جاي بفتح باب وخش لقيت حاجة راح تمسكة قدية وبتقول لي لا ما تخشيش لا ما تخشيش وتقول لي لا ما هخش لا يقول لي لا ما تخشيش وشديني من درعة طولة ما تشدينيش كده من درعة أنا عامل عملية قلبي مفتوح وصدري واجهني ومش قادرة ربنا يا عفيك إن شاء الله الله يخليك لا مش هتخش طولة بخلاص مش هخش ولقيته راح ببصني في الخد كده وبعدين لقيته حاجة بالأدم حاجة يعني غريبة كده مش مش بني أدم ولا حاجة حاجة وصلت رسالتك حاضر شكرا أنا عامل شيخ حضر الأخت الكريمة اللي سنها 22 سنة وكل ما يتقدم لخطبتها شخص مؤين بعض الناس بينافروا طبعا أنا عايز أقولك حاجة مهمة جدا النصيحة اللي أقدر أنصحها لك للإنسان علاقات ثلاث علاقة بينه وبين ربه وعلاقة بينه وبين نفسه وعلاقة بينه وبين الناس إذا أصلح العبد ما بينه وبين ربه أصلح له الله ما بينه وبين نفسه وما بينه وبين الناس يعني إيه الكلام ده يعني عليك إن انت تسيبك من الناس خالص وتقوي علاقتك بربنا عليك إن انت تحفظي على قيام الليل وتتضرعي إلى الله بإنه يرزقك بالزوج الصالح المناسب اللي يصونك ويعيشك حياة كريمة وعليك أن أنت تتدرع إلى الله بأنه يصرف عنك ألسنة السوء وعليك أن أنت تكسري من تلاوة القرآن ومن الاستغفار وبإذن الله ربنا حيصرف عنك كل هذه الأقوال وإن شاء الله تعالى أنا مش عايز اكتعد بأي حد سمعت أنه أتكلم في هائق كلمة غير طيبة لكن لو بينك وبينهم أي معاملة تكون المعاملة بالحسنة بمعنى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم سيدنا الحسن بلغه أن شخصا أساء إليه وسبه وزمه فأخذ طبقا من أجود أنواع الطمور وذهب به إليه وقال هذه هدية أهديك إياها لأنك أهديتني حسناتك عندما اغتبتني فأنت بتاخدي حسنات لو أي حد تكلم في حقك ويعرف إن نصيبك المكتوب هيجيلك في الوقت المناسب فلا تقلقي واطمئن إن شاء الله أختنا الكريمة اللي بتقول إنها حامل في أربع شهور ونايمة على ظهرها علشان بينزل بعض إفرازات وخيفة على الحمل طبعا هذا الأمر لا يجيز ترك الصلاة الصلاة ما نقدرش نسيبها أنت بتسيبيها بفترة الحيط والنفاس لكن الإفرازات التانية زي ما ذكرنا في غير وقت الدورة الشهرية دي بنسميها استحاضة دي تغسل ويتطهر مكانها ويحفظ بحفاظة ويتم الوضوء والصلاة مش لازم تصلي صلاة طبيعية وانت واقفة وتركعي وتسجدي ممكن تصلي وانت قاعدة مش قادرة يبقى وانت متكأة مش قادرة وانت نايمة لكن ما ينفعش تسيب الصلاة خالص لأن الصلاة هي عماد الدين ولا يبارك الله في عمل يلهي عن الصلاة فعلشان ربنا يبارك لك في صحتك وفي الحمل القادم إن شاء الله وفي المولود أو المولودة القادمة لابد من الحفاظ على الصلاة لأن دي حتكون سبب رئيسي لتثبيت الحمل والحفظ الخير بإذن الله ناخد اتصال آخر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله بركز فضالي يا أختي مننا فضالي سامعك السلام عليكم يبدو أيوة سامعك يا أستاذة مننا تفضالي أنا وفاء مش مننا أهلا بك أستاذة وفاء تفضالي حضرتك أنا دلوقتي عندي ظروف كده يعني أنا متطلقة من جوزي بقى بحوالي 12 سنة وبقالي بالضبط سنة كده وأنا عادة في شقة الوحدي عني يعني بقلت 30 سنين من ساعة ملكتي الشقة دي وأنا تعبينة وكنت بشوف أحلام كده وأم إنهم حس أن حد بيخلقني وبعدين العمية جادت معي بقى وطورت لما أنا بقيت أشوف حاجات على الواقع يعني مش في الأحلام فأنا مش عارفة أعمل إيه وأعملها زدت قوي قوي معي يعني وبعدين أنا كمان في الأدوار اللي أنا فيها أدوار عالية ومعظم الشقة اللي كانت حوالين مني مش موجودة على الضل حاضر 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 أستاذة وفاق حاجوبك إن شاء الله شكرا جزيلا تفضل ناخد اتصال من أستاذ عماد أهلا وسهلا أستاذ عماد أهلا بيك تفضل أحبك في الله ربنا يحفظك أحبك الذي أحببتنا فيه ربنا يا كريم أكبر إيه أنا شوفت رؤية بس أحبك أصبال العدف إن شاء الله خير بس الصوت مش واضح أنا عايزك تواطي التلفزيون وتكلمني كده من التلفزيون وانت قيد على التلفزيون تفضل واضح ساعدك كده أهى تفضل ساعدك أنا شوفت واحد جايلي لابسو بيات فابيض وبولي مش ولع سيدنا يا فراهيم قالي سيدنا فراهيم يا فراهيم يا فراهيم كان مكافل وميز لابسو بيات فابيض ساعدك الشخص اللي جاء لابسو بيات فابيض الشخص اللي انت شوفته في المنام يا أستاذ عماد أستاذ عماد الشخص اللي انت شوفته في المنام حي ولا ميت الشخص اللي ظهرلك في المنام ولا بسابيض فابيض ده حي ولا ميت أنا مش قادر يبدو إن الشبكة عندك سيئة لكن أنا وفقا لما سمعت به إن شاء الله حجوبك إن شاء الله تفضل شكرا جزيلا ماشي الأخت الكريمة اللي كانت بتسأل على غسل الشعر بعد الجماع وإنه بيسببت لها مشكلة أولا إحنا عايزين نعرف إن الجماع اللي هو أركان أساسية لا تصح إلا بدونه الركن الأول النية ودي طبعا متوفرة الركن الثاني تعميم جميع أجزاء البدن بالماء ومنها طبعا الشعر طيب إمتى يجوز إن أنا مغسل شراسي إذا كان هيحدث هلاك أو ضرر شديد ممكن يقع علي في الحالة دي لو حتى الماء حيدر الجسم ممكن أستغنى عن الماء خالص وتيمم والدليل على ذلك إن الرسول صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات واحد من الصحابة أصيب بجرح في رأسه ولما نام احتلم وأصبح جنوبا فسأل بعض أصحابه بيقول لهم أنا احتلمت والوقتي أنا جنوب وراسي مجروحة أو متعورة أعمل إيه في رأسي لو جيت إن أنا أستحمى أو اغتسل وبالله مية ده حيعرضني للضرر أصرف إزاي هل ممكن أتيمم فقال له لا ما ينفعش هتفضل جنوب والطهارة مش هتم غير بتعميم الجسد كله بالماء فاغتسل فعلا ونزل الماء على رأسه ودخلت في الجرح فمات فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا وقال قتلوه قتلهم الله وقال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا لكن الأمر ده اللي قرره مشانا ولا أنت الأطباء الطبيب المعالج لك إذا قال لك إن الماء ممكن يكون فيه ضرر بالغ عليك في الحالة دي نقدر نديك الرخصة لكن إذا ما فيش طبيب أقر بالضرر أو بالخطورة وانت خايفة من مجرد تساقط بعض شعراء فهذا لا يبيح ترك غسل الرأس الأخت الكريمة اللي حمتها بتفتح شائتها ومعها المفتاح ده طبعا خطأ ولازم تكلميها ده إحنا حتى في العرف عرفنا إن لما بنيجي نعقد عقد الزواج والزوج بيضع يده في يد والد الزوجة أو ولي الزوجة من العرف هو ليس من الشرع ولكن من العرف إن إحنا بنحط منديل في بعض الأحيان ليه علشان نبين إن البيت المسلم لابد أن يكون له سطرة بيت الزوجية والعلاقة الزوجية لازم تكون مصطورة فما يصحش مهما كان الإنسان مقرب ومهما كان من الأهل ما يصحش إنه يدخل البيت بدون السئزان ده حتى أداب للسئزان وردة في القرآن الكريم بالتفصيل في صورة النور فما فيش مانع إن أنت تتكلمي مع حماتك إذا كان الإبن متحرك لكن بأدب بأدب الحوار علشان تفهم إن كده خطأ أو توسطي حد من المقربين إليها من العقلاء اللي في العيلة عشان يوصلوا لها المعلومة أما بالنسبة للسؤالين الأخرانيين ودول بيصغروا الأخت الكريمة اللي بتقول لما بتقرأ في المصحف بتسخن وبتشوف أحلام مفزعة والأخت المطلقة اللي بتقول إنها عايشة في بيت منفرد وبتحس بحد بيخنقها اللي هو بيسميه الجاثوم اللي هي القوة الخفية اللي بتيجي الإنسان في المنام ده يدل على إن البيت ممكن يكون فيه شياطين أو جن أو سحر وده شيء مش مفزع ولا حاجة لأن علاجه موجود بالقرآن كل المطلوب منها سواء الأخت دي أو الأخت دي إن هي تتوضى تتطهر في حالة طهارة وتستقبل القبلة وتقرأ صورة البقرة كاملة من أولها لأخيرها بدون انقطاع يعني الـ 286 آية متصلين ما تردش على حد في النص ما تردش على تليفون ما تقطعش القراءة متصلة وتكون مستقبلة القبلة ويكون بصوتها الحي محدش يقول ده أنا مشغلها على كاسة أو مشغلها على التليفون لا بالصوت الحي وانت مستقبل القبلة وقراءة متصلة وانت في حالة طهارة ووضوء دي هتطرد الشياطين والمدة أسبوع كامل من الجمعة للجمعة تفطري على غري على سبع طمرات عجوة من تصبع في يوم بسبع طمرات عجوة لم يصبه مس ولا سحر ولا سم وهذا ما أوضحه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخ الكريم اللي شاف رؤية في المنام مش هنقدر نفصلها لضيق الوقت لكن إن شاء الله في الحلقة القادمة نتحدث عن رؤية الأحياء للأموات نسأل الله تعالى أن يوفقنا لمراضيه وأن يجنبنا مناهيه وأن يجعل مستقبل حالنا خيرا من ماضيه أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا لحسن متابعتكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر